في صفحتها الرئيسية طبعا المباراة المنتظرة بين إشبيليا وفريق برشلونة نعم صراع الزعامة الأوروبية بين الأندلس والكتيبة الكتالونية إذن الكتالون يطمحون لإزالة عقدة المباراة ضد فريق إشبيليا خاصة وأن الفريق الأندلسي سبق وأن أطاح بفريق برشلونة في 2006 في لقاء السوبر الأوروبي والمباراة التي ستكون مبرمجة في جورجيا طبعا الكتالون بقيادة اليونين ميسي والويس واريز في غياب النجم البرازيلي نايمار يطمحون لإنهاء هذه العقدة والتتويج بالسوبر الأوروبي وهي الرحلة نحو السوداسية الثانية في تاريخ نادي الأندلسي أو نادي الكتالوني نعم إلى خبر آخر للشباك كتبت عن أجواء فريق ميلان حيث منذ إشراف أو شراء المستثمر الطايلندي ميستر بي هكذا يلقب لـ 48% من أسهم النادي طبعا الفريق اللومباردي فك العديد من عقده بدرجة كبيرة والنادي يطمح لتعاقد مع عديد النجوم أبرزهم زلطان إبرايموفيتش من باريسان جرما الذي أبدى رغبة في العودة إلى فريقي ميلان في الشباك دائما وفي خبر طريف كتبت عن صاحب السيلفي الشهير مع ميسي اللاعب براون اللاعب المنتخب الجامايكي الذي قال بأنه لن يكرر نفس اللقطة مع كريسيانو رونالدو غريم ليونيل ميسي طبعا اللاعب الجامايكي قال بأن ميسي هو أفضل لعب في العالم ولا يمكن مقارنته في الوقت الحالي مع أي لعب إلى يومية لوبيتور ناتقى بالفرنسية كتبت عن مباراة المنتظرة في افتتاح مباريات دوني موبيليسي المحترف الأول بين مولودية العاصمة وشباب بالوزداد درارجة عبيد صلاح الدين لن يلعبوا الديربي لعدم جاهزيتهم بعد حيث أكد الطاقم الفني والطبي أيضا لفريق مولودية العاصمة بأن هؤلاء اللاعبين لن يشاركوا في هذه المباراة وهم يخضعون الآن لبرنامج خاص قبل بداية الموسم مع لوبيتور دائما كتبت تصريح مهاجم أو لعب وفاق سطيف حاشي الذي انتقد التحكيم بدرجة كبيرة في المباراة الأخيرة التي جمعت وفاق سطيف بالمريخ السوداني على ملعب أومدرمان حيث حملهم مسؤولية خروج الفريق أو مسؤولية الخسارة التي قد ترهن حضوظ بطل إفريقيا في الدفاع علق به قريا ترجمة نانسي قنقر